السلام عليكم ورحمة الله طبعا قبل ما نبدأ بهذا الفيديو منذكر انه ان شاء الله خلال الايام اللي جاية رح نبدأ معكم في اضافة شروحات خاصة في طرق صنع اه العاب الاندرويد على الموبايل انشغلت شوي في الايام الماضية وان شاء الله رح نبدأ معكم خلال الايام اللي جاية ونرجع مباشرة للتطبيق تبعنا لهذا اليوم واللي انا بشوف فعليا انه من التطبيقات المميزة في مجاله طبعا بالنسبة لغلق التطبيقات وعدم فتحها الا بمجموعة من الطرق المميزة واللي رح فرجيك يوم من خلال هذا التطبيق ومباشرة نبدأ معكم في التطبيق وفرجيكم كيف ممكن نضبط الاعدادات الخاصة بهذا التطبيق واللي اسمه ابس لوك وكالعادة رح تضيف لكم رابط هذا التطبيق في موقعنا والرابط موجود معك بالوصف الخاص بالفيديو بعد ما تشغل التطبيق رح تجيك هذه الشاشة بتضغط فيها على هذا المربع مباشرة رح تتحول لكبست استار تضغط عليها رح تجيك هذه الشاشة فيها مجموعة من الخيارات رح نختار منها الخيار الاول اللي هو عملية التحقق ونضغط على خيار الصح وبعدين رح نضغط على خيار السكيب اللي هي التجاوز او التجاهل الموجودة عندنا تحت رح تجينا شاشة ثانية يطلب مننا استخدام صلاحية الصور وكمان استخدام صلاحية المايك بعد هيك رح يفتح لك الكاميرا طبعا الكاميرا زائد المايك طبعا التطبيق هون رح يصير يستخدم صورتك اللي طالع في الكاميرا في فتح التطبيقات زائد كمان بإمكانك تضيف خيار صوتي مثلا كلمة سر صوتية مثلا تقول اي جملة مثلا نختار مثلا نقول افتح يا سمسم لاحظ انه سجلها وطلعت عندي علامة الصح بتكرر الجملة كمان مرة بتكررها كمان مرة ثالثة طبعا هيك التطبيق حفظ هذه الجملة طبعا رح تجيك شاشة ثانية بإمكانك تختار مثلا خيار النمط او الباسورد اي خيار كخيار حماية اضافية في حال انه فشل عملية مثلا الدخول عن طريق الصوت او عن طريق الكاميرا يعني في حال كانت الدنيا ليل او مثلا كنت مريض واختلف صوتك وبعد يك رح يفتح معك التطبيق ويعطيك كل التطبيقات اللي موجودة عندك مثبتة على الموبايل طبعا بتدور على التطبيق اللي انت حاب تعمل له اغلاق فمثلا هون احنا نختار تطبيق مثلا اليوتيوب وفرجيك كيف ممكن نضبط الاعدادات طيب اذا اخترنا الخيار الثاني صورة القفل هذه الصورة فهذا يعني انه تطبيق اليوتيوب ما رح يفتح معك الا بناء على صورتك على الكاميرا او بناء على التسجيل الصوتي اللي انت عملته على التطبيق يعني يا اما صورتك على الكاميرا يا اما التسجيل اللي انت هدخلته على التطبيق ولو بدك خيار حماية اخوة بتقدر تختار الخيار الثالث اللي القفل داخل اشارة المربع طبعا هذا الخيار رح يطلب منك صورتك على الكاميرا زائد التسجيل الصوتي اللي انت عملته مع بعض يعني صورتك زائد التسجيل الصوتي خلينا نختار الخيار الثاني ونجرب نطلع نشغل تطبيق اليوتيوب طبعا اخترنا خيار اما التسجيل الصوتي او الكاميرا رح نشغل تطبيق اليوتيوب رح يطلع لك الكاميرا طبعا اذا صورتك موجودة على الكاميرا رح يفتح معك التطبيق او بتقول عبارة افتح يا سمسم اللي سجلناها رح يفتح معك تطبيق اليوتيوب طبعا التطبيق رح يعطيك ثلاث محاولات للدخول للتطبيق اللي انت عملت له اغلاق في حال انها فشلت معك رح يعطيك شاشة النمط اللي انت ادخلتها على التطبيق بتقدر ادخل النمط وتدخل على التطبيق في امان الله